اتصال هاتفي من دبي معي الكاتب الصحفي أستاذ محمد بعد التحية برحب بك معنا مشاركات لدول عدة تعدت الثلاثين دولة اليوم بمؤتمر القاهرة للسلام والحقيقة كانت مشاركات قوية جدا وتعاطف غير عادي مع القضية الفلسطينية والمجازر التي تحدث في الضفة الغربية سرعة استجابة القيادات الدولية لهذه القمة ولدعوة الرئيس السيسي كيف ترى هفد؟ طبعا بداية أنا راح أفتيتش وراحب أساد المشاهدين أعتقد أن جمهورية مصر العربية حاضرة في هذه المشاهد وأن سباقية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القمة ليست بغريبة من أجل دفع سبل جهود واحتواء الأزمة أجمة متفاقبة جدا في غزقة الكريمة يعني تصعيد عسكري بين الجانبين راح ضحية آلاف من القتلى والمدنيين الأبرياء أعتقد جمهورية مصر العربية أكدت للمجتمع الدولي توجهاتها من خلال القضية الفلسطينية وحل الدولتين والقدس عاصمة شرقية وغربية أعتقد أن قمة السلاة قمة ناجحة والدليل على ذلك تتواجد قيادات من دول المنطقة بالإضافة إلى منظمات دولية تتواجد أيضا في هذا المشهد تتحدث عن أكثر من 31 أو 30 دولة ومنظمة دولية تتواجد اليوم في مصر لوضع حد للممارسات العدائية من الأطراف رسائل مهمة جدا حيث أيضا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن أنه لابد أن يتم إيقاف الحرب وفتح الممرات أعتقد تطرقه لأمور كثيرة جدا ومن أهمها هي فتح الممرات لإرسال المواد الغذائية والإنسانية التي جاءت إلى مطار العريش عبر معبر رفح جهود مصر راسخة تجاه القضية الفلسطينية جهود مصر واضحة تجاه القضية الفلسطينية جهود العربية أيضا واضحة تجاه القضية الفلسطينية وأن مبادرة الدعوة لقدمة السلام يعني دعوة حقيقية تجاه القضية الفلسطينية أهم كلمات القادة لاستوقفة حضرتك إنهار دفن أعتقد هي موضوع إيقاف الحرب طبعا لأن هناك أبرياء يعني الكل دعا لإيقاف الحرب الفوري وأيضا هناك أرواح تزهق من النساء والأطفال ساحة نيران القصف الجوي المدمر للأمانة أعتقد المجتمع الدولي للأسف يعني كل ساعة تمر على المجتمع الدولي يعتبر استهزاء في القانون الدولي الإنساني الذي لابد أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه وتتمتع باقي الشعوب بالحق السامي للسلام والتسامح وأعتقد أن الفترة القادمة سنشهد إن شاء الله تحركات سياسية ودبلوماسية قوية تجاه هذه الأزمة وأن يتم إن شاء الله إدخال المساعدات الآن عبر معبر رفح تون أن جمهورية مصر العربية هي خاصرة الوطن العربي وأيضا ما تتبنى مع الدول العربية والخليجية القضية الفلسطينية في هذه الفترة صباح اليوم تم فتح معبر رفح وعبور عشرين شحنة بالمساعدات الغذائية والطبية أيضا لكن يمكن خلال كلمة سيادة الرئيس عبد الفتح سيسي يعني تكلم عن ضمان تضفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لإيصالها إلى مصحقها لأبناء قطاع غزة كيف ترى هذا التأكيد من سياتو؟ طبعا ثقة كبيرة جدا بما تقدمه مصر مصر دائما تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإسعافات الأولية لا ننسى كيف تقدمت مصر في أزمات كثيرة جدا الآن ستكون هناك مساعدات من دول خليجية وستكون أيضا مساعدات قادمة من المنظمات الدولية والصحية لجمهورية مصر العربية وجمهورية مصر العربية تملك الاحترافية الشاملة والكاملة لإرسال هذه لضمان وصول هذه المساعدات أنا أتحدث اليوم عن دوت الإمارات أختي الكريمة اليوم نحن الحملة الثانية كانت في دوت الإمارات كانت الحملة الأولى في 15 أكتوبر أكثر من 13 ألف طرد غذائي تم تجهيزة لأهالي غزة وتم تحرك الضائرات نتحدث عن 7500 طرد غذائي اليوم تم تجهيزة في إمارة دبي في حملة تراحم من أجل غزة أعتقد جهود واضحة اليوم أيضا حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاتمي الشيخة جواهم القاتمي تبرعت عبر مؤسس القلب الكبير 30 مليون درهم للأشقاء في فلسطين جهود كبيرة جدا من خلال الدعم الإنساني اللامحدود من دولة الإمارات أيضا ومن جمهورية مصر العربية بإذن الله ستصل بثقة كاملة من جمهورية مصر العربية إن شاء الله إلى أهالينا في غزة ولكن نحن ما نتمناه إن شاء الله في الفترة القادمة تواجد الرؤساء وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية لإيقاف نزيف هذا الحرب فورا لأن هناك أبرياء يتساقطون يوما بعد يوم الحقيقة يا فندم فعلا زي ما حيث ذكرت أن هذه الأزمة التي تمر بها شقيقة فلسطين وحدت الصف العربي ودعت الكل إلى مساعدة فورية وطبعا لا ننسى دور الإمارات في هذه الأزمة يعني رغم هذا الإنعقاد للمؤتمر بحضور قادة العالم من ملوك ورؤساء وقيادات لكن ما زال الغارات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة وسقوط شهداء ومصابين مستمر حتى أنه نهاردة يمكن الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة ألاف وأربعمائة وثلاثة وسبعين شهيدا وأكثر من خمسة عشر ألف مصاب يعني الحقيقة كيف يتم من عقاد هذا مؤتمر للسلام وفي نفس الوقت تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كيف تقرأ هذا المشهد؟ أعتقد هناك تعند إسرائيلي فيما يخص هذا المشهد وأعتقد أن الدول العربية والدول الخليجية تمتلك سيادة التصعيد في الوقت الذي تراه مناسباً تجاه إسرائيل لكن لابد أن تتفهم إسرائيل أن الدول العربية قادرة على التصعيد الزبلوماسي وأيضاً التصعيد السياسي فيما يخص هذه المرحلة لأننا نرتبط باتفاقيات مبروة ما بين إسرائيل وبعض الدول العربية نتحدث عن اتفاقيات كام بيفيد ووادي عربة وأيضاً اتفاقيات المبروة مع ثلاث دول اتفاقيات السلام أعتقد أن الجهود الإنسانية يعني مصر قدمت رسالة مهمة جداً للمجتمع الدولي والمجتمع العربي أن هذا هو النداء عالمي للسلام يتوافق في أهمية عادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية في مدار العقود الماضية طبعاً أكيد نحن نسق جداً بالقيادة السياسية لدولنا وأنا أعتقد أن سيتم الخروج من هذه الأزمة كما نخرج من عمق الزجاجة بإرادة سياسية جديدة ثمهد الطريق لإطلاق عملية السلام جديدة وحقيقية وجادة من الطرف الإسرائيلي طبعاً أعتقد توجهاتنا واضحة تجاه هذا الملف هناك أيضاً البارحة كان في قمة القمة الخليجية والأسيان في افتتاح كلمة سمو ولعهد المملكة العربية السعودية تطرق أيضاً للملف والقضية الفلسطينية أنها قضية يجب أن يتم الأخذ قرار فوري في إنهاء الحرب وإيقاف هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مبرر تماماً ضد الأبرياء وضد الأطفال وضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاعنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي محمد طقي كنت معنا من دبي